اشتركوا في القناة وهذا المشروع يعني يعتبر استراتيجي كبير بالنسبة للجزائر وكذلك بالنسبة لإيطاليا حيث أن الفكرة بدأت تتبلور وهي أن إيطاليا سوف تكون الممول الرئيسي لأوروبا لكل الصديرات الطاقوية الجزائرية عبر أنبوب جديد سوف يتم إنشاؤه عن قريب وهذا الأنبوب يعني الأوريجيناليتي والجديد في هذا الأنبوب الجديد سوف ينقل زيادة على الغاز سوف ينقل المواد أخرى كالأمونيا والهيدروجين الطاقة الهيدروجينية يعني الهيدروجين اللي هو غاز سوف يستعمل في إنتاج الكهرباء والمواد أخرى في إيطاليا إذن تصدير الهيدروجين وكذلك تصدير وكذلك سوف يكون خط موازي لتصدير الطاقة الكهربائية باتجاه إيطاليا إذن ربع مصادر للطاقة سوف يتم تصديرهم من طرف الجزائر وما أدراك ما الجزائر باتجاه أوروبا عبر إيطاليا ولولا لم يكن هناك هذه القوة الاقتصادية الكبيرة للجزائر إيطاليا لم شاركت الجزائر في هذه المشاريع ولا ما وضعت طاقتها ومستقبلها الطاقاوي مع الجزائر في هذه الميادين الجديدة والتي سوف تحط الجزائر كشريك اقتصادي يعني ماجر ماجر يعني هام بالنسبة لأوروبا وخاصة أنه العلاقات بين الجزائر كما قالها رئيس عبد الماجد تبون في زيارته لإيطاليا قالهم ليس يوجد بين الجزائر وإيطاليا ولا سحابة صيف بين البلدين وهذا صحيح جدا شوف لك الآن كنا نقول لي نقول لي للتاريخ انتع العلاقات الجزائرية الأوروبية عبر العصور عبر قرون نجد بأنه مثلا إيطاليا لم تهاجم الجزائر ولا مرة واحدة عشر قرون ما ضد إيطاليا لم تهاجم الجزائر لم تكن لديها نية الاحتلال ولا الاستغلال أو الاستعمار للجزائر ولا مرة واحدة عكس ما قامت به فرنسا وعكس ما قامت به إسبانيا وعكس ما قامت به البرتغال كل دول هذه المجاورة يعني الشمال متوسط والمجاورة لشمال إفريقيا والجزائر كل هذه الدول حاولت عدة مرات استعمار الجزائر واستغلال الجزائر وهاجمتها على حدودها عدة مرات عبر القرون الماضية إيطاليا ولا مرة حاولت استعمار الجزائر أو الهجوم على الجزائر رغم أنه إيطاليا كانت تابعة لفتوحات إسلامية سيقلية وكانت مسكونة وكانت مفتوحة من طرف العرب والمسلمين بصفة عامة بنفس الشيء في إسبانيا لكن إسبانيا حاولت كل هذه القرون الماضية والسنوات الماضية حاولت أن تثأر بسبب فتوحات الإسلامية في إسبانيا حاولت أن تهاجم وأن تحتل يعني في عدة أماكن في الجزائر واحتلتها حقيقة في وهران وبجايا وجيجل وفرنسا كذلك حاولت الاحتلال في القالة وعدة مرات واحتلت الجزائر لكن إيطاليا ولا مرة حاولت هذا ما عندهاش هذا الفلسفة أنت الاحتلالية الاستعمارية الموجودة في البلدان الأخرى بهذا السبب لأن هذا الرصيد التاريخي يلعب دور كبير في الفلسفة التقارب والفلسفة تعل الشراكة والفلسفة تعل علاقات بين البلدين تاريخ الاستعماري والتاريخ بصفة عامة عنده يلقي بذلاله على هذه العلاقات ونشاهد هذا التوتر الموجود حاليا بين جزائر وفرنسا أسبابه هو الفلسفة الاستعمارية يعود إلى الفلسفة الاستعمارية ونزيد نذكركم بالشيء آخر بما يخص إسبانيا إسبانيا قامت بأبشع جريمة في حق المسلم لفترة تلت قرون فترة بما يسمى بمحاكم التفتيش والتي عانى منها المسلمون لأكثر من ثلاثة إلى أربع قرون من القرن الخامس عشر والسادس عشر إلى حدود القرن التاسع عشر كان المسلمون في إسبانيا عانوا فترة يعني سيتون طراجدي سيتون طراجدي من طرف المحاكم التفتيش في إسبانيا وحيث أن كل الحكامة الإسبان في تلك الفترة خانوا العهود التي قطعوها مع ملوك الأندلس وداروا على كل الاتفاقيات التي تفقوا مع المسلمين بأن لا يتركوهم في دينهم ويتركوهم في منازلهم ويتركوهم في عقائدهم وفي تقاليدهم لكن كلهم خانوا هذه العهود وطبقوا سياسة حرق وتعذيب وتهجير يعني إقصارهم يعني إجبارهم على الدخول في المسيحية بالقوة والتعذيب والحرمان والإكسبوبرياسيون الحرمان من منازلهم وممتلكاتهم أثناء أكثر من ثلاثة قرون عاشها المسلمون في إسبانيا يعني طراجيديا التي يعانى منها المسلمون في إسبانيا لم يعاني منها ولا شعب في العالم مهما كانت صفته ومكانه في العالم لم يجد ما وجدوا وما عانوا منه المسلمون في إسبانيا فإذن هذا الأمر قد يعطي يؤثر على العلاقة وعلى التفكير وعلى الطريقة التعامل بين الإسبان ونشاهد هذا في مملكة المغرب الأقصى نشوف أن الإسباني ما زالهم يحتلون ويريدون استعباد المغاربة يعني نكاية فيهم وتأثارا فيهم يريدون أن يأثارون من الفتحات الإسلامية التي كانت من قبل أثناء الحكم الأندالوسي في إسبانيا إذن كل هذه الأمور وكذلك بالنسبة للحرب يعني للاستعمار الفرنسي في الجزائر كل هذه الأمور عندها تأثير كبير على العلاقة ما بين الجزائر وهذا الدول هذه إذن مقارنة بإيطاليا الأمر هذا غير موجود تماما وأظن أنه رئيس عبد المجيد تبون عندما ذكر أنه لا توجد ولا سحابة الصيف بين الجزائر وإيطاليا كان يتكلم عن هذه الجوانب من تاريخ العلاقات بين شمال وجنوب البحر الأبيل المتوسط إذن هذه هي ونعود إلى الاتفاق الاستراتيجي التاريخي ليعد حقيقة مشروع القرن هو بغير نظر عن إذن يعد إحياء خط غالسي الذي يمر على السيقلية عبر من الجزائر نحو السيقلية هناك فيه إذن التفاق على إنشاء خط أنبوب جديد سوف يعبر بموجبه الجزائر سوف تصدر بموجبه طاقة كهربائية والطاقة الهيدروجينية هو الأمونيا وهو الأمونيا هو كنتيج من مناجم استغلال الفوسفات يعني هو منتوج من الفوسفات إذن عندما تتطور المناجم الفوسفات في الونزا وشرق الجزائري بصفة عامة سوف يتم تصدر الأمونيا باتجاه إيطاليا بالإضافة إلى الغاز الطابعي إذن كل هذه المصادر الطاقوية سوف تصدر باتجاه إيطاليا نحو أوروبا وسوف يكون للشرك الإيطالي الدور الهام والدور المناول يعني إنسو تريطانس فيما يخص التوزيع أنتع المواد وللذكر أن حجم التبادلات التجارية بين جزائر وإيطاليا بلغ 16 مليار دولار 2022 بعدما كانت 8 مليار دولار في السنة الماضية في 2021 إذن تضاعف وسوف يزداد في السنوات القليلة القادمة بعد تجسيد كل هذه الاتفاقيات التي تم الإمضاع عليها سوف تصبح إيطاليا الشارك الثاني بعد الصين حيث أنه الآن الشارك الثاني هو فرنسا ما زالت فرنسا شارك الثاني للجزائر سوف تصبح إيطاليا شارك الثاني للجزائر بعد الشارك الاستراتيجي الآخر اللي هو شارك الصيني إذن هذه هي وكذلك للعلم أن الجزائر في ميدان تصدير طاقة الكهربائية فهي الآن تصدير طاقة الكهربائية لليبيا وتونس وفيه اتفاقيات كذلك مع ليبيا لتطوير وزيادة حجم الصديرات الجزائرية بتجاه إيطاليا في ميدان الكهرباء إذن كل هذا سوف يتعزز بموجب الشاركة الاستراتيجية بين الجزائر وإيطاليا أولية عندها عندها كذلك يعني ميدين أخرى كمثل ميدان صناعة سيارات تركيب وصناعة سيارات بين شارك فيات وشركائي في الجزائر وميدان أخرى في الرخان فيك كثير من الميدان سوف تتعزز بفضل هذه الشاركة الاستراتيجية التي تم المضي فيها وهذا نلاحظ أن الرئيسة الجديدة منتاع الحزب يعني اليميني الإيطالي زادت عززت العلاقة بين جزائر وإيطاليا وزادت ودفعت أكثر باتجاه تعزيز تعاون الاقتصادي التجاري ومع جزائر إذن وهذا يصبح سوف يعطي نفس جديد إذن إن شاء الله يكون فيها خير والسلام عليكم ترجمة نانسي قسمي شكرا لك